العمومية الاستشفائية أحمد فرانسيس لوادرهيو التي غادروها بعد تلقي العلاج اللازم إلى شأن صحي الآن أكد وزير الصحة وسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بودياف اليوم بالجزيرة العاصمة أن الوزارة ستسمح لصيدلية المناطق النائية بإجراء تحاليل بيولوجية ووصف أدوية عند الحاجة وأضح وزير الصحة على هامش الندوة الدولية للصيدلة أن السماح للوكالات الصيدلية بالمناطق النائية بتخصيص فضاء لإجراء التحاليل بيولوجية وترخيص للصيدل بوصف أدوية عند الحاجة ذلك لتقديم خدمة لمواطني هذه المناطق وبخصوص المداومة أكد بودياف أن وزارة الصحة اتفقت مع وزارة الداخلية على ضمان أمن الصيدل المداومين معلنا عن نشر قائمة الصيدل المعنيين بهذه المهمة على الموقع الإلكتروني للوزارة